مساء الفل مساء السعادة مساء التفاقل مساء الجمال عليكم في بيت الجمال زي ما عودناكم دايما في حلقاتنا اللي فاتت ان حلقاتنا تكون متميزة قوية حلقاتنا النهاردة كمان هتكون جميلة جدا ومختلفة مع نجم وفنان اعتقد كلكم ممكن تكونوا ما شفتوهش قبل كده بس النهاردة هتطبستوا جدا انكم شفتوه لان اعماله كانت بتتكلم عنه نجمينا النهاردة هو شعر الغنائي والمؤلف من الشعراء الشباب اللي عملوا واشتغلوا مع ناس مميزين جدا زي الفنانة الجميلة لطيفة وزي جنات وزي عبد الفحت فتاح الجريني وهيفاء واهبي وميس لي كمان كتب تتراتل عديد من المسلسلات منها نصيبي بقو اسمتك ومولده صاحبه غايب وكمان فوق استحاب وكمان في المئزاية حب وغيرها من الاعمال الاخرى مش هتكلم عنه كتير عشان ادي له وقته ويتكلم ويقول لنا ويعرفنا بنفسه اكتر معينا ومعكم الشعر الغنائي احمد بريق سيد احمد ازاي حضرتك مساء الجمال اهلا بيكي مساء الجمال على كل الناس ويا رب سنة جميلة علينا كلنا وعلى كل الناس الحلو يا رب اول حاجة حضرتك منورني طبعا في البرنامج ده نورك ربنا خليك وكتير من الناس طبعا ما تعرفش احمد بريق ممكن يكونوا بيشوفوا اسمه في تترات المسلسل وتتر الاغنية والكلام ده بس طبعا انت اكيد ليك دور كبير جدا لان شعر غنائي يعني هو الاغنية يعني الاساس بتاع الاغنية كله اي ما عليك ربنا يخليك انا مرسي جدا على اكو عديمة الحلو دي ربنا يخليك ده اقل من حقك ربنا يخليك تسلم يا رب طيب عايزين طبعا في البداية نحب نعرف انت الدنيا الموضوع ده بدأ معاك ازاي يعني انت حق او يعني ازاي كشعر غنائي ازاي الموضوع بدأ معاك يعني هو والله بدأ من الطفولة من زمن جدا انا حبيت الفن كان ايه بقى في الفن الله اعلم بقى يعني بحب اكتب اغاني بحب امثل بحب ارسم عملت كل حاجة من بداية الطفولة وبتديت بقى اكتب لنفسي حاجات صغيرة كده بدأت بقى كاغاني كاغاني ده في سنة كان بقى اعوف من تقريبا 8 سنين بالزبط ان شاء الله يعني وبيت اقومي في المدرسة والمدرسين يخرجوني اقول الشعر النهاردة كاتب لنا ايه وهكذا تمام حال بقى اويدا ومن خلال حفلات المدرسة بعد كده بدأت اتطور في الالقاء وحاجات كده طيب اول بقى عمل عملته كان ايه كل ما قبل الاحتراف كان مرحلة الدراسة الجامعة والمدرسة بعد كده كان التلفزيون المصري عملت حاجات للاطفال بعد كده اول اغنية نزلت ليا كانت في 2010 مع عبدالفتاح الجريني كان اسمها حبك احلمة في الدنيا دي كانت اول حاجة اه وفي نفس السنة نزل يعني تقريبا بعدها باسبوع ولا حاجة نزل ما يسليم اغنية ساكتالو كانوا الاتنين اتصوروا كليبات فكنت مبسوط جدا طبعا دول اول عملين سمواوا مع الناس والناس اه الحمد لله اول عملين ليا كمان طب ايه بقى قصة الاغاني الكوميدية والتترات الاطفال دي كانت من بداية 2008 كنت بكتب اغاني للاطفال وتترات المساقل يعني برامج واغاني كوميدية تعرضت في 2009 كان 30 كليب كوميدي تعرضوا مرة واحدة وتتراتنوا برامج زي ايه بقى اه كانت اغاني قديمة بعمل لها كلام جديد زي حاجات كتير بقى طبعا يا سلام على حبي وحبك كل ده غيرت بقى الكلام بتاو وعملت اغاني كوميدية حلو قوي ده طيب عايزين نعرف الاعمال الغنائية بقى غير اللي احنا ذكرناها ايه تاني حضرتك برضو عملت اعمال كتير قلتلي عليها بس طبعا انا محبتش احرق كل الحاجات في المقدمة عشان حضرتك تكلمنا اكتر تمام في حاجات برضو يعني من الناس اللي انا بسطت جدا انا اشتغلت معهم الفنان الكبير ماتحط صالح طبعا تعملت له كومة كبيرة اه طبعا انا بحبه كمان طفولة اعملت له كلنا تربنا على هراني اه طبعا وهو فنان عظيم طبعا وصوت رائع حقيق بدعو ان هو لازم يشتغل كتير لان احنا كلنا بنحبه يا رب يرجع تاني كتير تحية ليه طبعا ونقوله ان كلنا بنحبه طبعا لانه هو نجم كبير جدا اعملت له غنوة لعيد الام كان اسمها حبك حياة طبعا وقصدت جدا ان انا اشتغلت معا فيها تمام ايه تاني بقى وفي اشتغلت معي يارا اعملت لتاتر المسلسل نصيبه اسمتك وعملنا غنوة تاني للمسلسل كانت من برا كان اسمها مين قال برضو من احب الاغاني القلب يارا برضو صوت جميل جدا اه طبعا تمام فيك حاجة حد تاني حدك اشتغلت معي كتير يعني اللي انت قلتيهم بقى سلطان وجنات فوق استحاب كان بقى سلطان صح كده اه بقى سلطان عملت له تاتر المسلسل فوق استحاب ومن الاصوات اللي انا بحبها جدا طبعا كلنا برضو بقى سلطان طبعا طبعا طيب حضرتك سبقت بخطوة كلمت عن نصيبه واسمتك هنتكلم تاني هنتكلم تاني انا عارفة ان هي كانت تحدي كبير بالنسبالك وكانت يعني تعبت فيها جدا وعملت فيها شغل كبير وفرحت جدا بان مجهودك ده مراح شهودة لان طبعا انا عن نفسي بقولها على هوا من عشاء الاغنية دي اصلا جميلة جدا وحضرك حقيقة بدعت فيها يعني هي من الاغاني المميزة فعلا كتترات المسلسلات كلها هي تتقط وحدة من اهم التترات اللي معلقة في ودن الناس ربنا خليك دي شهادة كبيرة طبعا لا والله دي حقيقة حقيقة فاي بقى قصتها بدأت معك ازاي ودخلت يعني وازاي عرفت تربط بين الكلمات والمسلسل يعني انا قريدي لما بسمع الاغنية انا بفتكر احداث المسلسل حيث ان انا شايفة فعلا ربط ربط حلو جدا ما بين المسلسل الاحداث بتاعته والكلمات بتاعت الاغنية هي قصتها غريبة جدا يمكن محدش هيصدق كمان لان المسلسل ما كانش ليه اغنية كان معمول لموسيقى تصورية بس اه كانت التتر بتاعه هيبقى موسيقى بس فمن هنا بقى بدأ التحدي كان حبيبي طبعا واخويا الفنان محمد الصوي اللي غنى التتر الاولاني والملاحم صوت جميل اه كلم المنتج احمد عبدالعاطي وقال له احنا عايزنا نعمل غنوة المسلسل قال له صعب جدا طبعا علشان المسلسل فيه حكايات كتير فهيبقى غنوة واحدة هنربطها ازاي قال له سيبنا نجرب هاتلي بس بريف حلو كده للمسلسل مع حلقات وهو ده كان التحدي بالزبط وكلمني وقعدنا بقى قعدة واحدة ويسابني بقى انا بقيت محتار طبعا هعمل ايه مسكت طبعا الحلقات واحدة واحدة كده بدتت اتكلم عن كل حاجة بقى تخص الناس واللي تمسهم قوي ومعظمها حاجات كمان مريت انا بيها شخصيا لانه كنت متعاطف جدا مع الحلقات والحمد لله كمان لما المسلسل نزل كان مسامع كمان معا الغنوة الاغنية فعلا جزء ما يتجزقش من نجاح المسلسل الحمد لله كان شهاده برضو من استاذ عمر محمود ياسين لما شافني قال لنا الاغنية من اهم عوامل نجاح المسلسل طب انا عايز اتأل سؤال سؤال يعني معنا كده انا حضرتك لما تيجي تعمل تتر المسلسل لازم تقرأ الحلقات كلها ولا ممكن تاخد فكرة عامة بس عن المسلسل مش الحلقات كلها طبعا بس لازم فكرة المسلسل بواجه عام والحاجات اللي هينقشها المسلسل من جوه بس ببتدي افنط حاجة حاجة واشوف اكتر حاجة ممكن تمس الناس ايه هي واللي بيتكلم عليها المسلسل كمورال كامل تمام طب برضو التترات التانية هل ليها قصص زي فوق السحاب مثلا جيت زي معك وطبعا اشتغلت مع حد زي بهاق سلطان حبيبي طبعا فكيت طبعا دي تجربة كانت مش عادية بالنسبة اه طبعا هي بس ظروفها اسهل من مصيبه واسمتك طبعا ان كنا اشتغلنا مع هاني سلامة فكان خلاص فيه ثقة بيننا ان هنعمل لك تترطة بي الله يا رجالة واروني بقى هتعملوا ايه فالتحدي الاصعب ان عايزين بقى نعمل حاجة تانية يعني على الاقل تبقى في نفس المستوى ان اصيبه اسمتك مش لازم اعلى ولا اقل يعني لازم في نفس المستوى صح فكان التحدي كان كبير طبعا والحمد لله ربنا وفقها باول ما اسمعها قال تمام جدا والحمد لله طيب نروح لحتة برضو تانية انت بتحبها جدا هي الاغنية بتاعت مشاري روشد اه الله طبعا الاغنية اسمها شغلتني لحياة تقريبا اه بالزبط طيب قبل ما نروح لها عايزين برضو هنرجع لأول لحتة التكريم لان احنا ما اتكلمنش عن جزئية دي عن اغنية نصيبي واسمتك لان انت تكرمت على الاغنية دي وفنروح نشوف جزء من الاغنية ونشوف جزء من التكريم يلا بي يلا بي طبعا احساس التكريم كان حاجة حلوة وحسيت ان هو يعني ان صمرت نجاحك للعمل كانت حاجة كوي طبعا كان حاجة كبيرة جدا الحمد لله حسيت وقتها ان فعلا تعب بربنا بيعوض عليه بحاجة حلوة قوي والتكريم كان جاي في وقت حلو كمان الحمد لله كان المسلسل ناجح ومسمع فكت عايز برضو حس ان في حاجة حلوة الحمد لله هنروح بقى برضو التاني حاجة انا عارفة ان هي زي ما قلنا موضوع الاغنية بتاعت الشيخ مشاري راشد طبعا دي حاجة اكيد مشاري راشد اصلا من الناس اللي كلنا طبعا بنحبهم بنحب نسمع صوتهم فانك تكتب كلمات كمان في الاتجاه ده دي اكيد برضو حاجة ما كانتش عادية ولا عادية كفكرة ولا عادية كتجربة فايه بقى احكينا عنها كده الحمد لله ايه الاغنية اسمها شغالية من الحياة الحمد لله انا بس كنت كتبها قبلها فترة كنت كتبها من بداياتي خالص ما كنت قبل ما يعني قريدي كنت موجود عندك في الخدم كانت موجود عندي صديقي طبعا الدكتور احمد سعيد هو المسك شغل مشاري اعتبر كله بيلحن ويوزع فقال لي ايه الجديد عندك بعتله حاجات صغيرة كنت ربعيات كده عاملها ومتغنية وتمام يسمعها وبعتله دي كلام فقلت بقى مش هياخدها وكده مش في دماغي خالص بس اتلاقيت وبيقول لي احنا خدمها شغلتني الحياة وتلحنت والشيخ مبسوط بيها جدا بس وكلمني كمان بعد ما نزلت كانت مكالمة جميلة جدا بسطت بيها ويه حتى كان فيه الفئة الهولي كده قال لي يعني كتعايز اتكلمك من بدري بس عذرني شغلتني الحياة فطبعا كانت حاجة حلوة نزلت بسطت جدا بيه طبعا اكد عمل مميز جدا مع قومة زي الشيخ مشاري طبعا اكد حاجة تفرح اي حد يشتغل معك طبعا فرحة كبيرة طبعا طيب نروح طيب معنا حاجة في الاعداد من الاغنية طبعا صح طيب يلا نشوفها بنعتذر طبعا عشان دي اغنية فوق استحاب برضو من الاعمال الجميلة للشعر الغنائي الجميل احمد بري انا برضو بحبها جدا على فكرة هو اكيد انا ما شاء الله عليك انا عايز اقول لك لكل عملك من فاش حد ما يحباش بجد واحد ما شاء الله عليك يعني مميز وفقلا ربنا يوفقكم من نجاح لنجاح يا رب طيب بما اننا بقى نتكلم في الحتة دي فعايزين نعرف ايه بقى العمال الجديدة لحضرتك بقى داخل عليها انت تعال لنا حاجة كده انا في العادة ما باقولش يعني بسيب كل حاجة في وقتها ما انت لازم تقول لنا حاجة حصري بقى مش هينفف انا بستنى زي زي الناس يعني فهمها ما بحبش اقول قريبا وصون والحاجات دي بستنى زي زي الناس كده وعشان افرح معاقكم لا لا مش هينفف لازم تقول لنا حاجة لازم اي حاجة حصري عشان خاطرك انت بس وعشان خاطر البرنامج وبت الجماه ربنا يخلي إن شاء الله في تيتر كمان أسبوعين بالضبط كمان حلو جدا قريب بإذن الله المسلسل أنا بحبه إن شاء الله يعجب الناس يا رب الأول بطولة الهانة الزاهد مسلسل اسمه حلوة دنيا سكر والتيتر كمان فيه مفجأتين حلوين ما يخلي دي بقى مفجأة طيب خلاص ننتظر طبعا التيتر المسلسل معناه أنا مستنيه كمان أنا مستنيه زيكم بالضبط إن شاء الله وريب جدا بإذن الله إن شاء الله أكيد طبعا هيبقى أعمال قوي جميل جدا زي بقيت أعمالك كلها بإذن الله طيب عايزين نسمع حاجة بقى بصوتك لحد تكون بتحب لا معلش أنا قالولي العصفورة قالتلي فوتني إن أنت صوتك حلو لا مش قوي كده لا قولينا حاجة صغيرة كده كنت بتحب بقى ليه بس الكسوب ده ممكن نقول حاجة من فيلم آيس كريم في جليل أنا بحب الأفاني بتاعته بالضبط تمام دي وكده مش أعمالك لا لا من بره مش أول أعمالي عجل النجم الكبير طبعا عمر ديال أنا حر أنا حر أنا حر أنا حر لإني قطر وأرف راف كل تحدي وشق وحياة أنا حر لإني قطر وأرف راف كل تحدي وشق وحياة في شرع كل أسلم تزخرف أو في شرعنا نحصرخ لا 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 يا عيون يا عيون يا عيون غلطة لفع عنواني يقلب ملهاش في الأحساس جينا عشانكم بس لقينا نسبة عيش على جرح الناس آه 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 ما شاء الله عليك بجد برافو الحاجة ربنا يخليك لا والله برافو ما شاء الله أصدق حلو جدا والمفروض بقى أن احنا في الفترة الجاهة نسمع حاجة بكلماتك ومن أغنيق وابسوتك كمان لو الناس قالوا كرة ماشي أنا من الفنز بواعي خلاص من دلوقتي إن شاء الله بإذن الله طيب بما أننا بقى برضو كلمنا أنت لما غنيت اخترت أغنية طبعا للجميل الهضب وعمر دياب طبعا حبيبي فنعتبر أن دوت مثلا نقول إيه أنت حرق لما عملتش حاجة مع عمر دياب لا بسا فأكيد عمر دياب من الحاجة الناس اللي أنت تتمنى أكيد طبعا هو قامة كبيرة طبعا وكلنا نتمنى نشتغل معاه هو محطة رئيسية لكل شاعر وكل ملحن طبعا وكل موزع طبعا حضرتك قدها جدا والله أتمنى أن أنا في عرب وقتا أشوف اسمك منور كده على أغنية قوية من كل أغنية عمر دياب الجميلة بإذن الله يا رب إن شاء الله إيه من تاني بقى تحب أن أنت تشتغل معاه من الناس اللي أنت قريبين لقلبك ونفسك تشتغل معاه يعني أنا بحب الأغنية نفسها يعني الأغنية تبقى حلوة هتنجح بقى مع من ربنا يكرم يا رب بس طبعا فيه أسامي كبيرة جدا أنا بحبها زي شيرين عبد الوهاب بعشق صوتها وبعشق أصالة طبعا يا رب يا رب ربنا يكرم أنا اشتغلت مع جنات الحمد لله بحب صوتها جدا عملت إيه بقى الجنات؟ جنات عملت معها حضرة المهم آه حلوة جدا أغنية دي لذيذة ولطيفة يعني خفيفة آه بالزبط الحمد لله الناس حبيتها جدا وعملت غنوة تانية دراما كانت اسمها استحمل مع جنات برضو مع جنات استحمل دي مش ما كانتش تتر لموساس لا دا كانت غنوة سنجل آه نزلت نزلت بعد الألبوم بعد حضرة المهمة لطول تمام ومين تاني بقى؟ قلنا لطيفة؟ واشتغلت مع طبعا الفنانة كبيرة لطيفة ان شاء الله عليها تحية كبيرة طبعا لها طبعا عملتها غنوة حلوة أنا بحبها جدا برضو اسمها ما بنساش كانت من لحن محمد الصوي من لغنة اللي بحبها جدا تمام ايه تاني بقى؟ قلنا يارا قلنا عمل فيه ما يسليم من الحاجات اللي اشتغلت معها في الأول وغنوة اسمها سكتالو كنت بحبها جدا حاجة برضو دمها خفيف قوي ما يسليم برضو من الأصوات الحلوة جدا بحية كبيرة برضو وهايفة واهبي عملت لها هيفة كمان؟ اه ايه بقى؟ عملت لها غنوة جواه مسلسل مولد وصحبه غيب وعملت لها غنوة كمان مفروض انها عالمية غنتها مع سنوة دوج اه نزلت سمها حلو قوي ده اسمها مهما حاولت وده ياريت يكون فيه حاجة من الحاجات دي نشوفها ياريت ياريت طبعا تشرفت بحضرتك جدا والوقت جيري مع حضرتك بسرعة واتمنى الحلقة تكون يعني كانت خفيفة على بيوفنا وكانت خفيفة على حضرتك طبعا اكيد يعني الوقت ما يسعش أعمالك الكتير وتاريخك اللي انا نفسي بصراحة مبسوطة جدا ان انا عرفته النهاردة مع حضرتك يا رب انا اللي اتشرفت بيك واتشرفت بي برنامج ويا رب دايما بخير ربنا يخليك يا رب ان شاء الله ربنا يخليك ونشوفكو في حلقة جديدة ان شاء الله من بيت الجمال تسبح على خير